بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر في هذه الحلقة الخاصة من حلقات مادة الأحياء تعرفنا خلال الحلقات السابقة على أجهزة الجسم ثم درسنا بشيء من التفصيل كل من الجهاز العظمي والجهاز العضلي والجهاز الغطائي ثم الجهاز الهضمي وأنهينا بذلك المادة العلمية الخاصة بالفترة الدراسية الثالثة عزيز الطالب تابعني بعد الفاصل حتى نجيب مع بعض على هذه الأسئلة المتنوعة لمراجعة للمادة العلمية للفترة الدراسية الثالثة أعود إليكم مرة أخرى أعزائي طلبة وطالبات الصف الحادي عشر وأذكركم بعنوان حلقة اليوم وهو مراجعة الصف الحادي عشر للفترة الدراسية الثالثة الآن عزيز الطالب مع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة والأفضل لكل من العبارات التالية وذلك بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة المادة الغذائية هي المادة التي يحتاجها الجسم لي إصلاح وترميم الأنسجة المتهالكة النمو الحفاظ على الصحة جميع ما سبق الإجابة جميع ما سبق السؤال الذي يليه أنشطة الجهاز الهضمي هي الهضم الآلي والهضم الكيميائي فقط الهضم الآلي والامتصاص فقط الهضم الآلي والهضم الكيميائي والامتصاص الهضم الكيميائي والامتصاص فقط الإجابة هي طبعا الهضم الآلي والهضم الكيميائي وعملية الامتصاص تتركب العضلات الهيكلية من حزم والحزمة من ألياف عضلية فقط حزم والحزمة من ألياف والألياف من الليفات والليفات من خيوط ليفة عضلية فقط حزم والليفات وخيوط عضلية فقط أعطيك المجال لتقرأ مرة أخرى عزيز الطالب أحسنت الإجابة هي هذه هي الإجابة الآن السؤال الذي ليه جزيئات عضوية معقدة التركيب يحتاج إليها الجسم بكميات صغيرة للغاية الكربوهايدرات البروتينات الفيتامينات الدهون هي عبارة عن الفيتامينات تحدث الإصابة بمرض الوبيل عندما تفشل إشارات العصبية في جعل العضلات تنقبض أم يحدث نقص ATP في العضلات أم يحدث ضعف في العصاب أم يحدث زيادة نسبة حمض اللاكتيك الإجابة هي الإجابة الأولى تفشل إشارات العصبية في جعل العضلات تنقبض الأعضاء الهضمية الملحقة هي عزيز الطالب ما هي الأعضاء الهضمية الملحقة وليست الأساسية في الجهاز الهضمي الآن تابع معي هل هي المعدة والأمعاء الدقيقة أم الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغريضة أم الكبد والحويصرة الصفراوية والبنكرياس أم البلعوم والمرئ والمعدة طبعا هي عبارة عن الكبد والحويصرة الصفراوية والبنكرياس الآن السؤال الذي يليه وهو سؤال تعليل ألل لكل مما يلي تعليلا علميا تعتبر الخيوط الدقيقة المعروفة بخيوط الميوزين وخيوط الأكتين المسؤولة عن إنتاج القوة اللي تسبب انقباض العضلة الهكلية لماذا؟ لأن العضلة تنقبض عندما تنزل خيوط الأكتين الرفيعة في اللييف العضلي فوق خيوط الميوزين السميكة وتعرف هذه العملية بنظرية الخيوط المنزلقة للانقباض العضلي إذن من خلال إجابة على هذا السؤال هي فقط آلية انقباض والانزلاق ما بين خيوط الأكتين وخيوط الميوزين السؤال الذي يليه أهمية الخلايا البانية للعظم الموجودة مباثرة داخل الإظام ما أهمية الخلايا البانية للعظم من السؤال نستطيع أن نتوصل إلى الإجابة والإجابة هي تقوم بتكوين خلايا عظمية جديدة ضرورية لعملية نمو الإظام وترميمها رقم ثلاثة أذى الرغم من أن نصفي جسمك عبارة عن صورتين متشابهتين في المرآت إلى أنهما غير متماثلين تماما لماذا عزيز الطالب؟ فكر معي أحسنت لأن يرجع ذلك لوجود اختلافات داخل الجسم حيث لا تظهر على العديد من الأعضاء والأجلسة ظاهرة التماثل مثل جانبي المعدة وجانبي الجهاز الهضمي غير متماثلين ما المقصود بكل من مادة النسيج البين خلوية؟ هي عبارة عن مادة غير حية تربط الخلايا المكونة للنسيج بعضها ببعض المادة غير الحية الواقعة بين الخلايا الأدمة ما المقصود بالأدمة؟ هي الطبقة الداخلية السميكة للجلد أما السؤال الثالث ما المقصود بالترئيس؟ الترئيس هو أن أعضاء الحس والتراكيب التي تضبط الجسم وتتحكم فيه موجودة في الجهة الأمامية للجسم أي في منطقة الرأس ما المقصود بالمفاصل؟ المفاصل المفاصل هي الأماكن حيث تتلاقي العظام في الجسم أماكن تلاقي العظام مع بعضها البعض في الجسم الآن الصورة أمامك ستساعدك عزيز الطالب بالإجابة عن ما المقصود بالأربطة؟ الأربطة هي النسيج الضام الذي يربط إحدى العظام بعظمة أخرى ما المقصود بالأوتار؟ الأوتار هي عبارة عن نسيج الضام الذي يثبت العظلات بالعظام ما المقصود بالأضلات الهيكلية؟ العظلات الهيكلية هي عبارة عن نسيج عظلي مخطط مثبت بعظام الهيكل العظمي إذن الأوتار عبارة عن نسيج ضام الأربطة عبارة عن نسيج ضام أما الأضلات الهيكلية فهي عبارة عن نسيج عظلي الأصل من خلال صورة أمامك لاحظ معي عزيز الطالب موضع الأصل حتى تتوصل إلى الإجابة الإجابة هي نقطة ارتباط الوتر بالعظم الذي يبقى ثابتا أثناء انقباض العضلة إذن أهم شيء الذي يبقى ثابتا أثناء انقباض العضلة ادرس الشكل الأشكال التالية ثم اجب عن المطلوب الشكل الذي أمامك عزيز الطالب يمثل الخلايا العصبية ما المطلوب؟ يوضح الشكل المقابل لخلية العصبية الآن يشير السهم رقم واحد إلى السهم رقم واحد كما هو واضح يشير إلى خلية غراء عصبي قرية التفرعات أما السهم رقم اثنين فهو يشير إلى المحور الشكل الذي يليه لاحظ مني عزيز الطالب السهم رقم واحد والسهم رقم اثنين فكر معي يوضح الشكل المقابل عظمة طويلة يشير السهم رقم واحد إلى كم هو واضح أو ايدموية أما السهم رقم اثنين فهو عبارة عن الغشاء الذي يغطي العظام الطويلة وهي تعرف باسم السمحاق احسنت عزيز الطالب هذه عبارة عن شكل يمثل تركيب عضلة هيكلية المطلوب منك عزيز الطالب أن تركز على الشكل السهم رقم واحد والسهم رقم اثنين والسهم رقم ثلاثة وهو عبارة عن تركيب العضلة هيكلية الآن يشير رقم واحد إلى الليف العضلي أما رقم اثنين فهو تركيب الليف العضلي ويعرف باسم اللييف العضلي أما يشير الرقم ثلاثة إلى الخيوط هذا هو عزيز الطالب التركيب العام للخلية العضلية المخططة الآن اقرأ العبارات التالية ثم اشرح المطلوب يتحكم في انقباض وانبساط ذراع الإنسان العضلتين المضادتين اشرح العبارة العضلتين المضادتين كما هو بالصورة أمامك هما العضلة التي تنثني تثني المفصل وتسمى عضلة مثنية أو قابضة والعضلة تبسط أو تمدد المفصل على استقامته تسمى عضلة باسطة فلثني المرفق على سبيل المثال تنقبض العضلة القابضة وتنبسط العضلة الباسطة وتستطيع عزيز الطالب أن تمثل ذلك على ذراعك قبل الإجابة على السؤال رغم الثاني التركيب البنائي للكربوهايدرات بنسبة 1 إلى 2 إلى 1 حتى أتوصي إجابة إلى هذا السؤال لا بد أن أعلم أن الكربوهايدرات ما هي إلا مواد عضوية وهي تتكون من كربون وهيدروجين وأكسجين الآن ماذا أعني بأن تركيب البنائي للكربوهايدرات بنسبة 1 إلى 2 إلى 1 أعني أن الكربوهايدرات عبارة عن مواد تتكون من الكربون والهيدروجين والاكسجين بنسبة 1 كربون إلى 2 هيدروجين إلى 1 أكسجين على الترتيب رقم ثلاثة الإنسولين مهم لحياة الإنسان ما أهمية الإنسولين عزيز الطالب في حياة الإنسان فكر معي أحسنت الإنسولين مهم في ضبط تركيز سكر الجروكوز في الدم الآن أكمل المطلوب فيما يلي يتكون الهيكل العظمي من جزئين ما هي أجزاء الهيكل العظمي؟ أحسنت الهيكل المحوري والهيكل الطرفي أنواع العضلات في الإنسان هناك ثلاثة أنواع العضلات في الإنسان ما هي عزيز الطالب؟ رقم واحد العضلات الهيكلية ثم العضلات القلبية ثم العضلات الملساء أي تكون الأحشاء الداخلية والأعضاء الداخلية لجسم الإنسان رقم ثلاثة أهمية صبغة الميانين في جلد الإنسان لها أهميتين أول أهمية تكسب الجلد لونه أما الأهمية الثانية فهي حماية ووقاية حيث تحميه من الأشعة فوق البنفسجية للشمس أجب على الأسئلة التالية ما وظيفة الجهاز العصبي عزيز الطالب إجابة هذا السؤال موجود في الفصل الأول عندما تعرفنا بصورة عامة على أجهزة الجسم ما وظيفة الجهاز العصبي ينسق استجابات الجسم التغيرات والمؤثرات الخارجية والداخلية ما التراكيب المكونة للجهاز الغطائي الجهاز الغطائي يضغط جسم الإنسان مما يتكون تكون من الجلد الشعر الأضافر والغدد الموجودة في الجلد أي جهاز في الجسم يكون الهيكل الدعامي ويعمل كقاعدة ارتكاز وتثبيت للعضلات الهيكلية بالإضافة إلى عمله كمخزن العناصر المعدنية أين ترتكز العضلات عزيز الطالب؟ أحسنت هو عبارة عن الجهاز الهيكلي نكمل الأسئلة أي أجهزة في الجسم تختلف بين الذكر والأنثة؟ أيضاً الإجابة لهذا السؤال في الفصل الأول عندما تعرفنا بصورة عامة لأجهزة الجسم الآن أي لجهزة في الذكر تختلف عنه في الأنثة؟ جهاز الإفراز الداخلي والجهاز التناسلي أحسنت عزيز الطالب لماذا تعتبر رئتان في بعض الأحيان من أجزاء الجهاز الإخراجي؟ لأنهما من المعروف أن الجهاز الإخراجي يخلص الجسم من النواتج العيضية الفضلات وهي الوظيفة نفسها تقوم بها الرئتان بتخليص الجسم من غاز ثاني أكسيد الكربون لماذا يعتبر عمل كل جهاز من أجهزة الجسم أساسياً لعمل الأجهزة الأخرى؟ أعطي مثالاً إذن كل جهاز من أجهزة الجسم قد يعتمد عليه جهاز آخر فكر معي أجهزة الطالب وأعطني مثال بسبب وجود ارتباط وثيق بين وظائف الأجهزة في الجسم على سبيل المثال كي تنقبض العضلات تحتاج إلى الغذاء الذي يؤمنه الجهاز الهضمي وإلى الأكسجين الذي يؤمنه الجهاز التنفسي وإلى الجهاز الدوري نقل هذه المواد إليها بواسطة الدم إذن العضلات تحتاج إلى الجهاز الهضمي وتحتاج إلى الجهاز التنفسي وتحتاج إلى الجهاز الدوري جميع أجهزة الجسم تعمل بتناسق مع بعضها البعض حتى تستطيع القيام بعداء وظيفتها بكفاءة عالية صف ثلاثة مستويات للتنظيم في جسم الإنسان ثلاثة مستويات للتنظيم سؤال سهل جدا تكون مجموعة الخلايا نسيجا وتكون مجموعة الإنسجة عضوا وتكون مجموعة الأعضاء جهازا من أجهزة جسم الإنسان ما أجهزة الجسم التي لا تستخدمها عندما تشارك في الألعاب الرياضية؟ فكر معي عزيز الطالب الجهازين التناسلي والمناعي اذكر أجزاء الجهاز العظمي ومما تتكون ما هي أجزاء الجهاز العظمي؟ يتضمن الجهاز الهيكلي الهيكل المحوري والهيكل الطرفي ويتألف كل منهما من عظام غضاريف أربطة وأوتار إذن من خلال دراستنا للجهاز العظمي تعرفنا على العظام والغضاريف والأربطة والأوتار صف تركيب إحدى العظام تذكر معي عزيز الطالب ما هو تركيب العظم؟ تتألف العظمة من عظم إسفنجي وعظم كثيف مغطى بغشاء السمحاق ويملأ النخاع التجويف الموجود داخل العظم وتحتوي العظم على قنوات هافرسية تمر خلالها الأوعية الدموية والأعصام إذن هذه بصورة عم تركيب العظم يرى أحد أصدقائك أن الهيكل المكون من الغضاريف بالكامل أفضل من ذلك الذي يتكون من العظام هل توافقه الرأي؟ فسر إجابتك لماذا يرى هذا الطالب؟ أنه عندما يتكون الجهاز العظمي كله من الغضاريف يصبح أكثر سهولة بالتعامل معه طبعا الإجابة خاطئة لن تكون الغضاريف صلبة بما فيه الكفاية تحمل وزن الإنسان البالغ في وضعية الوقوف المستقيم على الأرض إذن العظام هي تستطيع أن تحمل جسم الإنسان في الوقوف المستقيم على الأرض معظم إضام المولود الجديد مكون من الغضاريف لماذا تعتبر هذه ميزة؟ ولكن جسم الطفل والمولود الجديد مكون من الغضاريف هذه ميزة لماذا عزيز الطالب؟ حتى يساعد أي نمو الجمجمة والدماغ عند الطفل ما المستوى الأدنى أو الأصغر في تركيب العظلة الهيكلية؟ عندما تعرفنا على تنظيم تركيب العظلة الهيكلية ما هو المستوى الأدنى من التركيب؟ القطع العظلية ويتألف من خيوط الأكتين والميوزين وتشكل مجتمعه الويفات العظلية ما الذي يجعل أيونات الكاسيوم تتحرر مما خازنها في الشبكة السكروب لازمية؟ والكاسيوم مهم لتعميل انقباض العظلة ما الذي يجعل الكاسيوم يتحرر؟ يؤدي انتقال النبضة العصبية لداخل الليف العظلي إلى إزارة الاستقطاب داخل الليف العظلية وتحرير الكاسيوم إذن أيونات الكاسيوم تحتاج إلى محفز عبارة عن إشارة عصبية قادمة من الجهاز العصبي ما الذي يؤدي إلى إزاحة بروتين التروباميوزين عن أماكن الارتباط على خيوط الأكتين؟ فكر ما يا عزيز الطالب هذا السؤال مهم جدا لتعميم انقباض وانزلاق الخيوط مع بعضها البعض ارتباط أيونات الكاسيوم ببروتينات التروباميوزين على خيوط الأكتين هو الذي يؤدي إلى إزاحة بروتين التروباميوزين حتى عن أماكن الارتباط إذن الكاسيوم مهم في إزاحة التروباميوزين متى يتم تحرر الطاقة من جزء الـ ATB بعد تحلله إلى ADB وB؟ تتحرر الطاقة بعد ارتباط أيونات الكاسيوم ببروتينات التروباميوزين وارتباط الجسر العرض للميوزين على خيوط الأكتين ماذا تعرف عنه؟ أولا كيف تنبسط العضلة؟ كيف تنبسط العضلة؟ تعرفنا على آلية انقباض العضلة ولكن عندما تنقبض ما الذي يؤدي إلى انبساطها؟ عند زوال المنبه تسترجع أيونات الكاسيومي داخل الشبكة الساكروبلازمية فيعود التروباميوزين إلى مكانه ليخفي أماكن الارتباط على خيوط الأكتين فتنفصل الجسور العرضية عن الأكتين وتنبسط العضلة ما تأثير هبوط كمية الـ ATB في عمل الألياف العضلية؟ سيبقى الميوزين مرتبطا بخيوط الأكتين على مواقع الارتباط ولن يتمكن من الانثناء الذي يؤدي إلى انزلاق خيوط الأكتين في الدورات التالية وبالتالي تتوقف الدورة هنا أي عند عجز الألياف العضلية عن انقباض مجددا مما يؤدي إلى الجهد العضلي وهذا هو تأثير هبوط الـ ATB يؤدي إلى إحداث الجهد العضلي ماذا تعرف عن؟ كيف يعالج الجسم الجهد العضلي؟ بعد استراحة العضل من النشاط يرتفع معدل استهلاك الأكسجين من قبل العضل الهيكلية ويتأكسد حمض اللاكتيك إلى مركبات تستطيع أن تنتج الـ ATB يبدأ تنفس الهواء مجددا ليعود عمل العضل الهيكلية إلى طبيعته إذن حتى أعالج الجهد العضلي أحتاج إلى بعض الوقت يرتاح فيها الشخص وتبدأ عملية حرق المادة الغذائية من خلال توفر غاز الأكسجين حتى يتم إطلاق مركب الـ ATB ما هي المراحية تمر بها النبضة العضلية؟ هي عبارة عن الفترة الكامنة، فترة الإنقباض وفترة الإنبساط تتسبب إصابة الحبل الشوكي في الإصابة بشلل الساقين لماذا عزيز الطالب؟ لأن تمنى إصابة الحبل الشوكي سريان نبضات العصبية من الدماغ إلى الأعصاب يتحكم في عمل العضلات في الساقين فتعجز عن الإنقباض ويصاب الشخص بالشلل مثل ما تحدثنا بالسابق حتى تحدث عملية الإنقباض لا بد من توفر الكارسيوم وحتى يتحرر الكارسيوم، لا بد أن تأتي إشارة عصبية من خلال الجهاز العصبي ليمر من خلال الحبل الشوكي الآن، قارن بين أنواع الثلاثة لعضلات الإنسان ووظائف كل منها؟ هناك العضلات الهيكلية، عضلات مخططة وإرادية تستخدم تحريك أجزاء الجسم في حين العضلات الملسا عضلات غير مخططة لا إرادية وتدخل في تركيب العديد من أعضاء الجسم هو أيضا العضلة القلبية عضلة مخططة لا إرادية وتوجد في القلب فقط فسر كيف تنقبض العضلات؟ فسر كيف تنقبض العضلات؟ تنزل خيوط الأكتين على المايوزين في الألياف العضلية ما يسبب قصرها أي إنقباضها إذن انقباض العضلة ما هي إلا إنزلها قيوط الأكتين فوق المايوزين يمكن للليف العضلي أن ينقبض أو ينبسط فحس فسر الإختلاف بين انقباضات العضلية القوية والضعيفة يتضمن انقباض العضل القوي انقباض أدد أكبر من الألياف العضلية مقارنة بانقباض الضعيف إذن انقباض القوي يحتاج إلى انقباض أكبر للألياف العضلية فسر كيف يتكون حمض اللبن وكيف يؤثر هذا الحمض في العضلات يتكون حمض اللاكتيك أو حمض اللبن كنتيجة لتنفس الخلوي اللاهوائي وعندما يتراكم في العضلات يمكن يسبب التشنج والأذم العضلي ويلجأ إليه وتلجأ إليه خلايا العضلية عند عدم توفر الـ ATB أجب على الأسئلة التالية أدد وظائف النسيج الموجود تحت الجلد نسيج غني بالدهون تعمل خلاياه كطبقة ماصة للصدمات وكطبقة عازلة إضافية للحفاظ على حرارة الجسم ويتخزين الطاقة والبيتامينات القابلة للذوبان في الدهون قارن بين البشرة والأدم من حيث التراكيب والوظائف ما هو الفرق ما بين البشرة والأدم البشرة هي الطبقة الخارجية الرقيقة للغاية للجلد ولتكوى من خلايا ميتة وتحتوي غالبا على الكيراتين أما الأدم أكثر سماكة من البشرة ولتكوى من الكولاجين وتنتج الميلانين الدهن والعرق وهي تحتوي على ألياف عصبية أو عيدة موية لماذا تشعر بالألم إذا قطعت جلدك في حين لا تتألم حين تقص شعرك أو تقلم أضافرك لماذا عزيز الطالب؟ لأن يتكون الشعب الأضافر من خلايا ميتة ولا يحتويان على نهايات عصبية بينما الجلد يحتوي على ملايين النهايات العصبية كيف تنظم الغلد العرقية درجة حرارة الجسم؟ لماذا عندما نعرق؟ هذا يؤدي إلى توازن حرارة الجسم فكر معي عزيز الطالب عند ارتفاع حرارة الجسم تفرز الغلد العرقية العرق على سطح الجلد ويتبخر الماء الموجود في العرق فيبرد الجسم الآن أجب معي على هذا السؤال ينصح دائما بعدم التعرض للشمس لفترات طويلة صقف رضية تفسر اعتبارات أشعة الشمس أحد أسباب الإصابة بسرطان الجلد وتفسر العلاقة الممكنة بين نقص سركيز الأوزون والزيار نسبة الإصابة بسرطان الجلد تعتبر الشمس نصراً أساسياً للأشعة الفوق البنفسجية الضارة المسببة لسرطان الجلد وتؤدي طبقة الأوزون دوراً مهماً في تخفيف حدة هذه الأشعة لذلك قد تكون ثقوب الأوزون أحد أسباب ارتفاع نسبة الإصابة بسرطان الجلد لأن هذا الثقب يؤدي إلى دخول هذه الأشعة مباشرة إلى داخل الغلاف الجوي مما يؤثر سلباً على جلد الإنسان ما الانشطة الثلاث التي يقوم بها الجهاز الهضمي؟ فكر معي عزيز الطالب هي ثلاثة انشطة أولها الهضم الميكانيكي ثم الهضم الكيميائي ثم عملية الامتصاص من المجموعات الغذائية المختلفة التي يحتاج إليه الإنسان في وجباته نحتاج إلى كربوهايدرات وبروتينات دهون وبيتامينات وهناك مكونات غير عضوية هي العناصر المعدنية والماء كل من العناصر المعدنية والبيتامينات نحتاج إليها بكميات قليلة جداً داخل الجسم أي من المجموعات تحتاج إليها الجسم بكميات كبيرة نسبة إلى غيرها؟ ولماذا؟ مجموعة الحبوب والنشويات كالخبز والماكورونا والأرز لأنها تزود الجسم بالمواد الأولية لإنتاج الطاقة وهي عبارة عن مجموعة الكربوهايدرات أي مجموعة تزود الجسم بالبروتينات والدهون؟ ما أهمية هذه المجموعة؟ هي عبارة عن مجموعة مشتقات الحليب، مجموعة اللحوم، الأسماك، البيض والبقوليات لأنها الأناصر الأولية تركيب جزيئات البروتين وجزيئات البروتين عزيز الطالب يحتاج إليها الجسم لأداء وظيفته كصناعة الأنزيمات والهرمونات ولبناء أنسجة وعضلات الجسم تخيل عزيز الطالب أن لديك صديقا يحاول إنقاص وزنه عبر تناول البيض والليمون في حسب في وجباته فسل لهذا الصديق ما المواد الغذائية يتغيب عن غذائه واقترح الأغذية لقد توازن هذا الغذاء إذن هو لا يتناول إلا البيض والليمون ماذا تقترح عليه عزيز الطالب؟ هذه الوجبة تفتقر إلى النشويات وهي من أهم مصادر الطاقة للجسم بعض البيتامينات مثل بيتامين كي وبي ايت وبي سيكس وي ومعادة مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد ولكي يكون غذائه متوازن يجب أن يتناول أغذية من متجات الألبان الحبوب الكاملة الخضار السمك اللحم والدجاج أذكر أسماء الأعضاء المختلفة للجهاز الهضمي لدى الإنسان وصف دورها ما هي أعضاء الجهاز الهضمي؟ أول الأعضاء الفم حيث يبدأ فيه المضغ أو الهضم الميكانيكي ويبدأ فيه أيضا الهضم الكيميائي هناك البلعوم والمرئ يحركان الطعام وصون إلى المعدة حيث يستمر الهضم الميكانيكي والكيميائي الأمعاء الدقيقة يستكمل هضم البروتينات والسكريات وتهضم فيها الدهون وأيضا تتم في الأمعاء الدقيقة عمية الامتصاص وآخر أعضاء الجهاز الهضمي هي الأمعاء الغريضة حيث يعالج الفضلات وتخلص منها كيف سيؤثر وقوفك على يديك بعد فترة قصيرة من تناولك إحدى الوجبات على عملية الهضم؟ ما الذي يؤثر على عملية الهضم في هذه الحالة؟ الابتلاع قد يكون أكثر صعوبة ولكن الحركة الدودية للقناة الهضمية ستستمر لتساعد في هضم الطعام في الأجزاء المتتالية من القناة الهضمية أجيب عن الأسئلة التالية يمكن أن يحدث عسر هضم عندما تصبح محتويات المعدة حمضية جدا وللعلاج عسر الهضم يمكن تناول صودا الخبيز بكربونات الصوديو مذابا في الماء فاستر ذلك، الآن المعدة ستصبح حمضية وحتى أعالج الحمضية أحتاج إلى تناول مادة هذه ما لا تكون مادة قلوية والمادة القلوية في هذه الحالة هي عبارة عن بيكربونات الصوديوم تكون صودا الخبيز في الماء محلونا قاعدين يعادل الأسل هيدروجيني بي أتش المنخفض لحمض المعدة أزيز الطالب، من خلال الجدول الذي أمامك قارن بين العضلات الهيكلية والعضلات الملساء والعضلات القلبية من حيث خضوحها للتحكم الإرادي، من حيث الحركات الإرادية، من حيث الشكل، من حيث النواة والمكان والرسم بالنسبة من حيث خضوحها للتحكم الإرادي، العضلات الهيكلية تخضع للجهاز العصب المركزي أما العضلات الملساء والقلبية فلا تخضع الجهاز العصب المركزي بصورة مباشرة بالنسبة للحركات الإيرادية العضلات الهيكلية تتحرك حركة إيرادية أما بالنسبة للعضلات الملساء والعضلات القلبية فلا تتحرك حركة إيرادية من حيث الشكل العضلات الهيكلية طويلة واصطوانية أما العضلات الملساء فهي مغزلية والعضلات القلبية مخططة صغيرة الحجم من حيث النوات العضلات الهيكلية لها أكثر من نوات العضلات الملساء لها نوات واحدة العضلات القلبية لها نوات أو نواتان مكان وجود العضلات الهيكلية في كل من الصدر والذراع والأرجل والإليتين أما العضلات الملساء فموجودة في المعدة والأوعي الدموية والقناة الهضمية أما العضلات القلبية فهي لا توجد إلا في القلب ويمكن أن نتعرف على شكل كل من العضلات الهيكلية والعضلات الملساة والعضلات القلبية في الصور المرفقة في كتابك عزيز الطالب وظائف العظام التي تدل على الصور هذه الصورة موجودة في كتابك عزيز الطالب كل صورة توضح وظائف العظام الصورة الأولى تبين العظام يصنع الدم أو خلايا الدم أما الصورة الثاني في دولة أن العظام تخزل عناصر المعدنية وهي أيضا لها دور في عملية الحماية ولها دور في الحركة حيث يتم من خلال تثبيت الأضلات بما يسهل عملية الحركة الآن الشكل الذي أمامك عزيز الطالب عبارة عن مخطط هذا المخطط به فراغات المطلوب أن تكمل الشكل أولا هي الطبقة الخارجية من الجلد عبارة عن البشرة أما الأدمة فهي الطبقة الداخلية من الجلد والطبقة الغنية بالدهون تحت الطبقة الأدمة وماصر الصدمات هي النسيج تحت الجلد أما خلايا ميتة من طبقة البشرة فهي عبارة عن الشعر والأظافر وهذا المخطط يمثل مكونات الجلد أو الجهاز القطاعي عزيز الطالب إلى هنا عزيز الطالب توصلنا لنهاية درس اليوم وهي عبارة عن حلقة خاصة من خلالها قمنا بمراجعة الوحدة المنتهية خلال الفترة الدراسية الثالثة أستودعكم الله أعزائي الطلبة والطالبات متمنية لكم التوفيق والنجاح ومع السلامة اشتركوا في القناة